العلماء والقضاء والخلفاء والسلاطين وكل من كان ولي الامر ولو بالسيفة وماذا تجب طاعته وهذه النظرية السنية الآن قال النظرية السنية ماذا تقول تقول لا 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 يوجد عندنا دليل على انه كيف يكون ولي الامر بشكل مشروع او بشكل ماذا غير مشروع مرة يأتي بالانتخاب فطوبى للامر تجب ماذا طاعته ومرة يأتي بانقلاب عسكري ولكن الامة ماذا يأخذ الامور بيده ولو بانقلاب عسكري وورا يأتي بالقتل مولانا يقتل كل من قبله مولانا ويتسلط ولكن يلزم الامور بيده اذا لزم الامور بيده وتولى الامر الامر ماذا تقول تجب اطيعوا اطيعوا الامر وهذه النظرية الآن قاهم في الواقع السنية الآن لا ينظرون الى انه كيف جاء الى السلطة كيف جاء الى الحكمة هل جاء بالارث بالوراثة هل جاء شنو ها بالانقلاب العسكري هل جاء بالانتخابات هل جاء ابدا هذا اولا وثانيا يقولون الاية المباركة لم تشترط اي شرط هماتيا لم تقل بشرط ان يكون عادلا بشرط ان يكون عالما ابدا ابدا مطلق بلال كل من هو ولي الامور بناء على هذا الاتجاه فهذه الاي بعد هذه هذه الاقوال كلها شتكم مولا ها كلها تكون باطلة جي